التهاب الغشاء الزليل العابر يحتوي مفصل الورك كجميع مفاصل الجسم على بطانة تفر السائل يساعد لتزليق المفصل تسمى الغشاء الزليل التهاب الغشاء الزليل العابر هو عملية التهابية حميدة مجهولة السبب تصيب الغشاء الزليل المفصلي يمكن ان يحدث في اي مفصل كبير في الجسم لكنه اكثر شيوعا في مفصل الورك عندما يلتهب الغشاء الزليل ينتج كمية اكبر من المعتاد من السائل المفصل المزلق مما يؤدي الى انصباب المفصل يمكن ان يسبب الانصباب تمددا في محفظة المفصل وزيادة في الضغط والتوتر ضمن المفصل مما يؤدي الى المزيد من الالام في الورك يعد التهاب الغشاء الزليل العابر في الورك السبب الاكثر شيوعا لألم الورك المفاجئ عند الاطفال تسمى هذه الحالة بالعابرة لانها تستمر لفترة قصيرة فقط عادة ما تحدث هذه الحالة عند الاطفال لذين تتراوح عمرهم بين 13 و10 سنوات وهي اكثر شيوعا عند الاولاد منها عند الفتيات في معظم الحالات يصاب ورك واحد فقط ولكن قد يعاني بعض الاطفال من الام في كل الوركين لا نعرف السبب الدقيق لانتهاب الغشاء الزليل العابر في الورك قد يكون سببه عدوى فيروسية كعدوى الجهاز التنفس العلوي او قد يحدث كردفة لعدوى في مكان اخر في الجسم الاطفال الذين يعانون من هذه الاصابة يظهرون بحالة عامة جيدة بشكل عام العرض الرئيسي هو الالم في مفصل الورك الذي يتطور بسرعة عادة ما يتحسن الالم خلال النهار ويمكن للطفل ان يمشي وهو يعرش في وقت لاحق خلال اليوم عندما يشتد الالم بما فيه الكفاية قد يرفض الطفل تحميل الوزن على الطرف المصاب قد يعاني بعض الاطفال من الام على الوجه الداخلي للفخز او حول الركبة بدلا من منطقة الورك العديد من الاطفال الذين يعانون من هذه الحالة يفضلون الاستلقاء على ظهورهم وابعاد الورك وتدويره للخارج هذه الوضعية تخفف من شدة الالم يعاني بعض الاطفال المصابين من الحمى لكنها عادة ما تكون خفيفة التشخيص تشخيص التهاب الغشاء الزليل العابر هو تشخيص بالنفي مما يعني ان التشخيص يتم بمجرد استبعاد الاسباب الاكثر خطورة لألم الورك الحاد سيسأل الطبيب عن اعراض الطفل ومتى ظهرت سيقوم باجراء فحص سريري دقيق سيعاني الطفل المصاب من تفاقم الألم مع تدوير الورك داخليا عند الفحص يجب على الطبيب ان يطلب تحاليل دموية بما في ذلك كريات الدم البيض وصرة التسفل اسر والبروتين الارتكاسي سي ار بي لاستبعاد العدوى الجرسومية في الورك والتي يجب تشخيصها وعلاجها بسرعة نسبيا لمنع تأزي المفصل في التهاب الغشاء الزليل العابر قد تكون الكريات البيض مرتفعة قليلا في الجسم اسر عادة اقل من 20 ميلي متر بالساعة سي ار بي اقل من 20 ميلي جرام باللتر وهو العامل الاكثر اهمية لاستبعاد التهاب المفصل الجرسومي عندما يكون السي ار بي اكبر من 20 ميلي جرام باللتر مع رفض الطفل تحميل وزنه فهذا يشير الى احتمال 75% للاصابة بالالتهاب المفصل الجرسومي يجب اجراء تصوير للورك عند الاطفال الذين لديهم نتائج سريرية او مخبرية مسيرة للقلق وعادة يكون التصوير بالامواج فوق الصوتية لكل الوركين كما قد يطلب الطبيب التصوير الشوعي بما في ذلك الاشعاء السينية او التصوير بالرنين المغناطيسي MRI لاستبعاد الاسباب الاخرى لعلام الورك قد يكون بزل المفصل التشخيصي ضروريا لاستبعاد التهاب المفصل الجرسومي بشكل قاطع بزل المفصل يعني اخذ عينه من السائل مفصلي بابرة ثم يقوم المختبر بتحليل هذا السائل لتحديد ما اذا كان هناك بكتيريا او الكثير من خلايا الدم البيضاء والتي تظهر عند المرضى الذين يعانون من عدوى جرسومية العلاج التهاب الغشاء الزليل العابر هو حالة مؤقتة وبسيطة ستتحسن من تلقاء نفسها الراحة الكاملة هي عادة كل ما هو مطلوب تعتبر مضادات الاتهاب اللاسترويدية انسيتس مفيدة في تقليل الاتهاب وتخفيف الالم المرضى الذين تم علاجهم ببزل الورك الموجه بالالترا ساوند قد يتعافون بشكل اسرع ربما بسبب تراجع تمطط محفظة المفصل ولكن بما ان معظم الاطفال يتعافون بسرعة فاننا لا نوصي بهذا الاجراء الا عند الضرورة لاستبعاد التهاب المفصل الجرسومي يجب ان يبدأ التحسن خلال ثلاثة ايام تقريبا وستتراجع الاصابة خلال اسبوع الى اسبوعين يجب مراقبة الطفل للتأكد من عدم تفاقم حالته اضافة لذلك فان اجراء فحص دوري لدرجة الحرارة امر مهم يجب احضار الطفل لرؤية الطبيب على الفور اذا اصيب بالحمى او ساءت حالته العامة او في حال ظهور تورم او احمرار واضح في اي جزء من الورك او الساب او اذا شكت طفل من المتزايد او مستمر لا يمكن تخفيفه بالادوية المضادة لالتهار او اذا كان الطفل يتألم عندما يكون في وضع الراحة واخيرا اذا لم يبدأ التحسن خلال ثلاثة ايام او لم يتعافى الطفل بشكل كامل خلال اسبوعين بعد زوال الالم يمكن للطفل السئناف اشيطته المعتادة يجب ان لا يشارك في اي نشاط رياضي قاسي لمدة اسبوعين بعد الاصابة الانزار عادة ما يكون الانزار ممتازا ما توقع الشفاء التام لكن هناك احتمال نكس وتكرار الاصابة فيما يقرب من 20% من الحالات قد تتطور نسبة صغيرة تصل الى 10% من الحالات الى مرض بيرس مع نخر لاوعائي لرأس الفخز لان الضغط ضمن المفصل بسبب الانصباب يمكن ان يؤثر على تروية رأس الفخز الدموية لتأكد ان كل شيء يسير على ما يرام قد يرغب الطبي في اجراء اشعة سينية بسيطة اخرى لورك الطفل بعد 6 اشهر تقريبا اشتركوا في القناة